أكثر من 1500 أستاذ مستخلف بالولاية لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاث سنوات ما دفعوا من الاحتجاج من وقت إلى آخر من مقر مدرية التربية للمطالبة بالإدماج وتزديد مستحقاتهم المالية التقرير لساعد حيث يطالب الأستاذة المستخلفون بولاية باتنا بتزديد أجورهم التي لم يتلقوها منذ ثلاث سنوات كاملة ما دفعهم إلى الاحتجاج من وقت إلى آخر أمام مقر مدرية التربية لكن كل ذلك لم يجدي نفعا وبقي الإشكال عالقا كيف لأستاذ يعمل طباخ وأستاذ ومدير وحارس مدرسة في نفس الوقت ولا يأخذ مستحقاته لثلاث سنوات نطالب بتزديد والله بيصبر أجور المخلفة المالية لهذه الفئة المحرومة والمهمشة لمدة ثلاث سنوات من 2012 إلى 2014 وطلب هؤلاء الأستاذة بإدماجهم مع ربط جسر تواصل بينهما بين الجهات الوصية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة عاني من سؤال الاستقبال سؤال الاستقبال هنا في وليت باتنا في المديرية سواء في المديرية أو في مصلحة المستخدمين عاني من سؤال الاستقبال ثلاثة من المطالب التي نرى نطالب فيها أنه لازم يعطينا الحق في الإدماج مسؤول والقطاع أكدوا الشروع في تسديد الأجور العالقة أما الإدماج فتلك مسألة تتجاوز المستوى المحلي حسبهم أجور العالقة على مسؤول مديرية التربية العملية انطلقت وبدنا نسويه في الوضعية وسوينا ما يقارب 300 ميل للإشارة فإن الأستاذة المعنيين بهذه المشكلة يزاولون عمالهم إلى يومنا هذا عبر المراحل التعليمية الثلاث